أطلقت قرية الروضة بشمال سيناء مبادرة صنعة بأياد الروضة في صناعة السجاد والمفروشات وذلك ضمن احتفالات تحرير سيناء هذا ويأتي تجديد مركز شباب الروضة ضمن خطط كاملة لتطوير المنظومة الرياضية بشمال سيناء من إنشاءات وفتتحات لمراكز الشباب وفعاليات رياضية تجمع الكبار والصغار تتحرك أناملهم بخفة وسرعة تترابط الخيوط بألوانها المبهجة لتخرج بلوحة فنية سينوية تتجلى في السجاد والمفروشات أهالي قرية الروضة بشمال سيناء يعملون على إعادة إحياء تراثهم ليخرج للنور بشكل جديد ضمن احتفالات تحرير سيناء بمبادرة صنعة بأياد الروضة الشغل السيناء وده ورسناعنا جداد جدادنا ولما بنشتغل بنشتغل بضمير بصراحة يعني بنطلع الفن اللي في روسنا وبنشتغل حرفة جميلة لا هي طبعا قرية الروضة من القرى اللي يعني كله بيسعى إن هو يكتهد إن هو يساعدها لإن وضع القرية الروضة حدريك يعرف وضعها مختلف شوية بسبب الأحداث اللي حصلت لها فالستات فيها بيحتاجة أكتر للدعم أكبر يعني من القرى الأخرى السنة دي الاحتفال رائع زو طعم يعني مطعم بالانتصار إن احنا انتصرنا الحمد لله وانتصرنا على الإرهاب وضحرنا من بلدنا ولم تأتي مبادرة الحرف اليدوية بمفردها لتغيير حياة المواطنين بحي الروضة الذي عانى الأمرين بعد أن فقدت القرية معظم رجالها منذ ستة أعوام في حادث إرهابي أليم بل ساهم أيضا الهلال الأحمر المصري في تنمية الوعي الثقافي للأطفال والصغار بعد عودة الأمن والأمان بدأت التدخل في قرية الروضة بدءا من أحداث 2018 وكان الهلال الأحمر المصري من أول الداعمين والمتدخلين لخدمة أهالي قرية الروضة بدءا من عمليات الدعم النفسي اللي عملها المتطوعين لأهالي الشهداء كمان الهلال الأحمر المصري دعم أسر القرية بحوالي 400 سلة غزائية في 2018 أكتر مكان سقل واحد يقدر يحط فيه كل طاقته من غير ما يشك في أي حاجة المكان ده هو المكان الذي فعلا نمى روح التطوع جوال واحد حقيقي أنا استفدت جدا من ساعة ما دخلت بقيت متطوعة هنا مجهودات متنوعة تجدها على أرض الفيروس وسط تكاتف بين أهالي شمال سيناء والحكومة ومنظمات المجتمع المدني نحو حياة أفضل للمواطنين العيد أصبح عيدين فرحة بتحرير سيناء في ذكرها الحادية والأربعين وفرحة أخرى بتنمية اجتماعية وحرفية لأهالي شمال سيناء بالإضافة لتنمية ترفيهية وثقافية للأطفال بجميع أعمارهم وهاهم هنا بمركز شباب الروضة بالعريش يمارسون أنشطة رياضية واجتماعية تعمل على تنمية المهارات الحياتية وأخرى ترفيهية من رقص وغناء ورسم وتلوين بنفرح ونلعب ونعمل نشاطات وحاجات حلوة ومنمس المسرح وحاجات جميلة أنا مبسوط هنا وكنا بنلعب وهنا بنلعب أنشطة وبنرسم وبنلون حاجات ورسمنا حاجات كتير قوي زي دي أنا رسمتها ويأتي تجديد مركز شباب الروضة ضمن خطة كاملة لتطوير المنظومة الرياضية بشمال سيناء من إنشاءات وافتتاحات لمراكز الشباب وفعليات رياضية تجمع الكبار والصغار كاريم بيبرس التلفزيون المصري